السلام عليكم في هذا الفيديو رح اشرح طريقة تنزيل برنامج بلندر وتثبيته على اجهزة الكمبيوتر اذا شفت هذا الفيديو التعليمي مفيد بالنسبة لك لا تنساني بالعقل الفيديو والاشتراك في الغناء اوكي ما ريد نطول اكثر نروح على جوجل كرون ونكتب في خانة البحث بلندر من بعدها انتر وتختار الخيار الاول مباشرة رح يحولك الى موقع بلندر الرسمي تقدر تتصفح وتتعرف على جميع مميزات بلندر وايضا تتعرف على جميع مجالات اللي يوفرها بلندر لك بشكل مجاني وذا انت مالك خلق تقعد تقرأ وتتصفح كل هاي المجالات انا موفر لك فيديو في قناة الثانية يشرح جميع مجالات بلندر وتقدر تختار المجال اللي ناسبك اوكي خلينا نرجع بهذه الواجهة تقدر مباشرة تنزل البرنامج من خلال زر التحميل تضغط عليه رح يحولك على صفحة ثانية مثل ما شوف قبل لا تضغط على التحميل تنزل على هذا السهم رح تطلع عندك قائمة بجميع الانظمة اللي يدعمها بلندر مثل ويندوز وماك ولونيكس وبقية الانظمة وفي حال ما رغبت في هذا الاصدار للبرنامج تقدر تروح على ريليس او الاطلاق رح تظهر عندك جميع الاصدارات بلندر من بداية تأسيسه الى الاصدار الحالي اوكي تضغط على الاصدار اللي طيده من بعدها تضغط على التحميل رح يبدأ يحمل وتنتظر عندما يكمل التحميل بعدما يكمل رح ينزل عندك بهاي الصيغة انا استعمل حاليا نظام ويندوز 11 ولكن خطوات التثبيت هي نفس الخطوات اوكي تضغط على اوبن من بعدها تتبع الخطوات نيكس 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 وتثبت البرنامج بعد تكملت عملية التثبيت رح تظهر عندك ايقونة خاصة في البرنامج على سطح المكتب مكتوب جواها الاصدار اللي نزلت تنقرع علي نقرتي رح يفتح عندك البرنامج بشكل مجاني بالكامل وحاليا تقدر تستعمله تبدي عملك في عالم 3D مبروك عليك البرنامج هاي كل الخطوات اللي عندي بهذا الفيديو وذا حبيت التعلم اكثر عن البرنامج تقدر تصفح بداخل قناتي وتشاهد فيديوهات تعليمية من الصفر ونضميانا في جروب التليجرام او سيرفر ديسكورد عندنا مجتبع عربي يوم عن يوم داعي كبر خصوص هذا المجال وايضا تتعرف على اصدقاء من ضمن مجالك واخيرا لا تنسي اللايك للفيديو والاشتراك في القناة السلام عليكم